معنا طبعاً كلام على النجم الكبير محمد صلاح محمد صلاح واحد من أهم النجوم أعتقد تأثيراً في تاريخ الرياضة المصرية والأفريقية والعربية واحد من نسطر اسمه بحفوف من نور في قائمة هدفي ليفربول واحد من أهم اللاعبين على مستوى العالم لو اتكلمت على أهم خمس ست سبع لعبين محمد صلاح واحد منهم مؤثر جداً محمد صلاح مع منتخبنا الوطني قائد ملهم لعب كبير صلاح أصبح أيقونة من كل شباب الصغيرين والولاد الصغيرين حتى الولاد المحترفين اللي عندهم حلم بيروتهم وزي محمد صلاح وزي يخرجوا من نادي زي المقاولون العرب مش أهل وزي مالك يطلع من سويسرا ومن سويسرا على انجلترا ثم إيطاليا ثم يرجع تاني انجلترا بالأداء المميز ده وبالشكل المميز ده ناس كتير اتكلمت على محمد صلاح السنة اللي فاتي كان قريب جداً من برشلونة أو ريال مدريد أو بعض الفرق بريسان جرمان أو بعض الفرق كلام تقال لكن خرج النهاردة رامي عباس وكيل محمد صلاح كان في صحيفة النهاردة اتكلمت على محمد صلاح عن إمكانية رحيله عن ليفربول يعني كلام بيتقال وده كلام تتكرر قبل كده كتير جداً وكان في رد طبعاً لم يبقى عندك مدير أعمال واعي مدير أعمال متابع مدير أعمال يعني ماشي بشكل كويس جداً صحيفة فوت ميركاتو ميركاتو صحيفة فوت ميركاتو يعني طبعاً من الصحف المميزة أو المتخصصة في قرط القدم آه يعني وجهة نظر ممكن يبتبقى أسبانيا بيقولوا أسبانيا آه أقرب ليه لا ما تشوفش محمد صلاح مثلاً بديلاً لميسي في بريسان جرمان وزي ما بقولوا أنه ميسي ممكن يروح الدور السعودي اللي عامل حراك كبير جداً وممكن نتكلم معه مع زمالينا النهاردة الصاير ومحمود فؤاد في حتة جذب كبيرة جداً الملعب السعودية لللاعبين المميزين معنا كمان راما عباس بيقول إيه ومعنا حصائيات لمحمد صلاح النهاردة كمان راما بس بيقول آآ يعني بين في الكلام ده جملة وتفصيلاً يعني بيقول حتى الآن هو لعب ومتنقش مع محمد صلاح وصلاح لعب باقي في الليفربول معه مع الليفربول حتى الآن والحديث عن الموضوع ده أعتقد لحقاً يعني لو فيه كلام أكيد هيظهر في العالم آآ وصلاح لسم جدد أعتقد هيبقى في العالم الحاجات دي جماعة الناس بروفاشنال وناس بيتكلمهم وناس بيخبوش وناس عندهم شافية بشكل كبير جداً كمان بتعني شوف مع بعض كده إحصائيات نجميلة الكبيرة محمد صلاح مع الليفربول واحد عامل يعني كمان لو كنت شفته آآ هو أعتقد ستيفان جيرهارد مين المقابلة التلفزيونية كتحاجة يعني ولا أروع حتى ابن ستيفان جيرهارد قال له صلاح أنت من نسبة لابني الملهم أنت من نسبة لابني المثل لما قصولت ليفربول وقصولت المتقب الإنجليزي طب إحصائيات الأول إحصائيات صلاح مباريات 38 أو 38 39 أنا أسف أهداف 22 صناحة أهداف 11 إحصائيات أعتقد أن دي حاجة مميزة جداً لنجم في الدور الإنجليزي واحد من الأهم الأندية في العالم على مستوى الكورة واحد من في دوري من الناس هي نقدر أقول اخترعت كرة القدم الإنجليز طبعاً أكتر لعب وسائم الأهداف واحد من ممكن تكون بدايته السنة دي ما كانتش حلوة لك رجع تاني يقف على رجليه خروقهم من دوري أبطال أوروبا ممكن يعني السنة مش بتاعتهم السنة بتاعت مش بتاع ليفربول بس كانت تلات سنين اللي فاتهم لا كنا عاملين أداء ولا أروع يورجين كلوب ده كمان أنا يورجين كلوب كمان على مستوى شخص أنا شفته مع محمد زيدان في ألمانيا لا مدرب واعد ممكن كان أول حاجة برضو للتاريخ محمد زيدان قال لي بصفة شخصية كنا بنتكلم طبعاً على يورجين كلوب قال لي الرجل ده هتشوفه في الملعب الإنجليزية كمان 3-4 سنين وفعلاً ما تكملش تقريباً 3-4 سنين بيكتير أو 4 سنين أو 5 سنين وكان موجود مع ليفربول وهو كمان فيه ميزة كلوب قريب قوي من لعيبة دايماً بيعمل حالة نفسية وحالة معنوية وبيلعب على البعد النفسي اللي بينه وبين اللعبين وإنه يحداثنهم وإنه قريب منهم وأطاقة دي تبقى حاجات يعني مميزة جداً بتشوفوه في الفرحة معهم على خط التماسي بتشوفوه مثلاً هو بنفسه لما يبقى فيه جهون ويجري بشكل استيري زي الأطفال لا مدرب مميز جداً ممكن تشوفه بعد كده أو ترشح بعد كده ممكن تشوفه المدير الفني المتقب الألمانيا على الرغم أنه لعب مش من لعبين ومميزين أو أو في الدولة الألمانية لعب آه وشارك آه بس مش لعب ما كانتش نوع اسم كبير وده لو تكلمنا على قرط القدم قرط القدم ممكن يبقى فيه نجم كبير جداً نجم مميز نجم ممكسر الدنيا بس ما تلاقوهش مثلاً في التدريب كويس ممكن تلاقي العيب ممتاز ومميز جداً تيجي تلاقي عدد بساً في التحليل مش هو ده اللعب اللي انت كنت حاطط له الصورة الزهنية الأسطورية إنه بيكلم أو بيشرح أو بيكلم وتبقى دايما فيه لعبها بسم الله ما شاء الله عندها القدرة إنها تتكلم وتبدع وتحلل وتقدي بأداء شوك كويس جداً تحسوا إنه لسه قاعد لسه موجود في الملعب بسم الله ما شاء الله وانا عندنا مميزين جداً يعني مثلاً أحمح حسن ميدو لو كان انت مثلاً على ميدو يعني ممكن يقولك عباس بي جامل ميدو لا ولا والله يعني العيب عنده خلفية رياضية وخلفية زهنية رياضية كمير جداً لما بتشوفوا يتكلم كضيف مبدع لما بتشوفوا بيتكلم كمقدم برامج لا عنده التالنت وعنده الكلام ومطلع ومنفتع على الآخر وعمل شغلة كويس جداً هتقدم إنه النجومية لا أبعاد كبيرة النجومية مش كورة قدم بس مش بوساط أخدر فيه نجوم كبيرة كانوا مليون البوساط الأخدر ملء السمع والبصر وبعد كده بعده تماماً لإن مش عارفين ينخرطوا في المجتمع أو يتطوروا مع تطورات المجتمع المختلفة سواء من التدريب أو سواء من طبعاً نبقى متواجد بشكل كويس جداً طبعاً يعني طبعاً كده إحنا وصلنا لفاصل هستعد عشان أطلع لفاصل وبعد الفاصل نادي الزمالك وطبعاً هنستفيد مع طبعاً مع ضيوفنا طبعاً في الفاصل بعد الفاصل اللي جاي ده عن الزمالك ومشكلة نادي الزمالك وبما مر بي نادي الزمالك الزمالك ده هو رومانت المزام مع النادي الزمالك في القرى المصرية أو في أنديها طلع زي بيرامن زي شوتشار أنديها غابة زي إسماعيلي أنديها ساطعة الثانية زي التحاد السكندري يقن يبقى مع كل احترام التقدير لكل الانديها المصرية النادي الزمالك أهم اسمين في القرى الأفريقية بعد الفاصل بتواصل معكم في أرموتادة على شرق قناة المحو